بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طبعاً إن شاء الله رح نشرح الفرق بين ال-EFL وال-ESL طبعاً ال-EFL هي اختصار لكلمة English as a foreign language وال-ESL هي English as a second language نجعل English as a foreign language معناة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وتدرس and studied by people who live in places where English is not first language such as Italy or Iraq and so on يعني أنه ال-ESL هي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وتدرس يعني بواسطة ناس يعيشون بأماكن تكون اللغة الإنجليزية مو اللغة الأولى أو الأصلية للبلد يعني إذا أنت تعيش ببلد هذا البلد اللغة الأصلية ماتة أو لغة الأم مو الإنجليزية فأنت تدرس لغة الإنجليزية ك-EFL كلغة أجنبية مثل إحنا بالعراق مثلاً بس ال-ESL اللي هي اختصار English as a second language studied by people who live in a place where English is a first language such as United States or UK خوش فال-ESL مثل ما ذكرنا English as a second language studied by people who live in a place where English is a first language such as United States or UK إذن الفرق مثل ما ذكرنا إنه إذا تدرس اللغة الإنجليزية بلد هذا البلد اللغة الأصلية أو اللغة الأم إلى الإنجليزية فأنت تدرسها كلغة ثانية يعني ESL إنت طالب ESL شوكت إذا تدرس الإنجليزية أو تكلم بمكان اللغة الأصلية ما تهي الإنجليزي مثل أمريكا، كندا، نيوزلندا، سوراليا بس إذا تدرس اللغة الإنجليزية أو تكلمها بمكان هذا المكان اللغة الأصلية ما تهيئة مو إنجليزي مثلاً عربي، ألماني، إيطالي أو كاي لغة أخرى غير الإنجليزي فأنت تدرسها كلغة أجنبية هذا الفرق الأول طيب، الفرق الثاني أنه 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 الناس أو المجتمع أو يعني السكان اللي يدرس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية رح يكون سكان متجانس كأن يجمع يعني هوم جينيس مجتمع تجمع عادات وتقاليد مشتركة أو تاريخ مشتركة أوكي بس بالإي أس إي أس إي ألا رح يكون المجتمع هيترو جينيس أوكي غير متجانس يعني ما تجمعها يعني مثلاً أنت ذات تدرس الإنجليزي مثلاً في أمريكا وتحدث بها فرح تلقى مجتمع هواي ناس من عدة بلدان بنفس المكان يتكلمون اللغة الإنجليزية الاختلاف الثالث أنه في الـ EFL setting هناك أفضل أفضل لكي يستخدم الأنجليزي لإستخدام الأنجليزي حيث هذا مختلف لأنها مختلفة من التكنولوجيا ويوجد الأنجليزي أنه الـ EFL عندما ترسل الأنجليزي في بلد اللغة الأنجليزية ليس الأصلية ليس اللغة الأولى فرح تكون فرص أن تحدث اللغة الأنجليزية قليلة يعني أكو أماكن محددة فقط تستخدم بها الأنجليزية كانت تكون في المدرسة مثلا أو في قسم اللغة الأنجليزية بس لما تخرج بره ما ترح تلقى أماكن تحكي بها على عكس شنو الـ ESL بأن عدهم the opportunity to use and speak English they can enter any number of situation which they can hear and use English أنه الـ ESL راح تكون عندهم فرص أكبر تحدث لأن هم راح يطلعون أي مكان يروحون لا راح يقدرون يكتشون أو يسمعون إنجليزي هذا أهم الفروق بين الـ EFL والـ ESL وهذا الشرح هو خاص أو مهم بالصورة الخاصة للقلاب بقسم اللغة الإنجليزية المرحلة الثانية لمادة الطراغ شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا